مرحبا بكم أيها التلميذ العزاء في حصة الإملاء الثالثة كالعادة هذا هو الإملاء الذي قمنا به في القسم ثم صححناه تذكر جيدا الكلمات التي أخطأت فيها وقرأها جيدا وتذكر كيف تكتب ثم حضر نفسك للإملاء حضر قلمك وكراسك ثم استمع جيدا ثم اكتب إذا كنت مستعدا فلنبه إذا إذا أردت إذا أردت أن تكتب أن تكتب إذا أردت أن تكتب إن شاء إن شاء إن شاء إذا أردت أن تكتب إن شاء أن فاصلة فاسأل 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 نفسك 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 عن الأفكار عن الأفكار عن الأفكار فاسأل نفسك نفسك عن الأفكار التي التي سيتضمنها التي سيتضمنها سيتضمنها وحدد وحدد أجزاءها وحدد أجزاءها فاسأل نفسك عن الأفكار التي سيتضمنها وحدد أجزاءها فاصلا ثم ثم تهيأ ثم تهيأ ولتكن ولتكن كتابتك مقرؤة 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 ولتكن كتابتك مقرؤة فاصلا فإن فإن ذلك فإن ذلك يزيد يزيد فإن ذلك يزيد بهاءها بهاءها فإن ذلك يزيد بهاءها فاصلا ويضاعف 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 تأثيرها ويضاعف من تأثيرها نقطة واعلم 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 أنها إن كانت واعلم أنها إن كانت واعلم أنها إن كانت رديئة رديئة واعلم أنها إن كانت رديئة أساءت أساءت إليك نقطة في الأخير في الأخير في الأخير في الأخير اقرأها اقرأها لتتأكد لتتأكد في الأخير اقرأها لتتأكد من عدم وجود من عدم وجود من عدم وجود الأخطاء لتتأكد من عدم وجود الأخطاء نقطة الآن أيها التلمين حاول أن تأخذ القلم الأحمر وتحدد الكلمات التي أخطأت فيها ثم تصححها بقلم الرصص هذا هو النص الذي قرأناها والفقرة التي قرأناها اقرأها جيدا نحدد الأخطائك ثم صححها في الأخير شكرا لكم والسلام عليكم أنا أنتظر أعمالكم في الحصص القادمة إن شاء الله لديكم كامل الأسبوع لكي تنجزوا هذا الإملاء وتحضروه إلى الأستاذ شكرا لكم كان معكم الأستاذ زهار حسين